ستنقر أحمد فاتحي ويمكن أنا من الناس اللي بتتابع النشاط اللي بتقوموا بيه في التنساقية الكثير من مناقشات ندوات ورش عمل إلى آخره وبالتأكيد وصلتوا لتصورات عن ما سوف تقومون بطرحه خلال الفترة الجاية في الحوار الوطني في مسألة الحلول الاقتصادية ما بين ملحة زي ما قال دكتور أيمن وما بين عاجلة أبرز أولويات من وجهة نظركم إيه؟ أول حاجة بتشرف في وجودي مع حضرتك مع صديقنا عزيز من قبل المجلس زي الدكتور كده يعني إحنا سخف أتشرف لما لا تشرف ميزة اللي موجودة في موضوع التنسيقية أن احنا بناخد الحلول من الشرع فلما نزلنا عملنا دايما معتمدين على فكرة الحوار المجتمعي اللي هو بيصب في الحوار الوطني فمجموعة كبيرة جدا من الشباب وبالأخاص اللي شغالين في ملف الرواد العمال ومشروعات صغيرة كانوا بيسألونا هو ليه ما فيش وزارة للاقتصاد هم كانوا يدارسين قالك الوزارة دي كانت موجودة في الألفانيات في سنة 2000 ويتلغط وكان بيسألوا هل وزارة التخطيط هي المسؤولة عن اقتصادنا ولا وزارة التموين ولا التجارة والصناعة ولا البنك المركزي ولا الوزارة المالية ده شؤال مهم جدا من المسؤول عن موضوع الاقتصاد في مصر الأهم من ده طيب عملية تطبيقه احنا هنطبق ازاي الفكر اللي الشباب بتقوله من ناحية الصناعة مصرية احنا شباب بنصنع عربيات و بنصنع عجل و بنصنع غواصات و بنصنع الصناعات الصغيرة غواصات قلتوا ممنة غواصات اه عايز اقول لحضرتك والله عزم ان اتكارته والله انا بهرج شباب في جامعة القاهرة و في جامعة طنطة و في جامعة أسيوت بيصنعوا غواصة من الألف لليأ الفكر هنا هيروحوا لمن هو ده كما يعني لما حتى كنا بنتكلم في لجنة الشباب في أوائل المواضيع هلا وهو ملف ريادة الأعمال و دعم الدولة المصرية لهذا الملف اه انا اسف في الكلمة و احنا نتعلمنا في الحوار الوطني وتعلمت قبل الحوار الوطني من التنسيقية الصراحة عشان نقدر نوجد حلول الملف تاية ما بين اكتر من وزارة لو فخمت الرئيس بكرة الصبح سأل الحكومة احنا عندنا كام شاب ادرته كحكومة دعمتوهم تعم مادي و دعم تدريبي و تبعتوهم عشان نشوف على مدار السنين اللي فاتت الشركات دي توصلت لحد فين ما اعتقدش ان هيبقى فيه اجابة برقم صحيح هل ما فيش ارقام فيه ارقام هل ما فيش شغل فيه شغل بس بالنسبة قد ايه لا قليلة جدا و ضعيفة جدا طبقا للحوار المجتمعي اللي احنا سمعناه من الشباب المقصود هنا ايه يوسف عشان تبقى المشاهد يبقى سامع الكلام ده احنا محتاجين يبقى فيه وحدة و دي لاطلقها دولة رئيس الوزراء ان بقت فيه وحدة هي اللي بتتابع قبل موضوع الجلسة الجلسة تمت يوم 14 ستة 15 ستة 14 ستة تم انشاء الوحدة في دولة مع رئاسة الوزراء قالوا وهي ان يجمعوا كل الوزرات المعنية بالمشروعات الصغيرة ورياضة الاعمال في كيان واحد طيب انت في تقريرك في الاول قلت حاجة مهمة جدا وعلى صفحة رسمية للحوار الوطني تذكرت انبارح مين اللي هيتابع ده فكان لازم يبقى الحوار الوطني يبقى فيه مجموعة من مجلس الامنة هي اللي بتتابع مع الحكومة تنفيذ التوصيات اللي طلعت في المرحلة الاولى لو حضرتك دلوقتي جينا اعملنا حوار مجتمع وده عينا الكوار السياسية اتفضلوا حضراتكم احنا عندنا حوار وطني للنسخة التانية اول شؤال هيتسئل ايه حضرتك في النسخة الاولى مش عايزين برضو نحمل الموضوع واحنا طرف رئيسي فيه الموضوع كان ماشي كويس جدا ومازال ماشي كويس جدا بس جات فترة في النسخة فترة الانتخابات الرئاسية وده شيء يحسب طبعا للحوار الوطني اللي هو ما تكملش في الحوار عشان فيه تلاتة مرشحين منهم مرشح حزب الوفد متواجد في الانتخابات الرئاسية فما كان شين فيبقى فيه الحوار يعني رايح لشخص فخمة الرئيس دون عن السادة المرشحين تانين فالله حصل انه تم ايقاف الحوار الوطني من شهر عشرة حتى خلاص مبارح بداية النسخة التانية وده شيء محترم جدا بس دايما الناس بتسأل فين التوصيات التوصيات راحت لجزئين جزء منها راح للسلطة التنفيذية وعلى صفحة رئاسة مجلس الوزراء حطوا خطة زمنية ازاي ان 130 موضوع راح لهم 133 توصية ازاي هينفذوهم على مدار الشورتيرم وكمان المجلس النواب ايه القوانين المفروض الأولوية اللي هيتم منقشتها كل ده جميل جدا ان احنا نسمعه وان احنا نشوفه عشرة لما ننزل للشارع خلال الفترة الجاية يوم التاتي الجاية هتبدأ أولى الجلسات في النسخة التانية فلما الناس هتتكلم عن التضخم وغلاء الأسعار الحمد لله وده شيء برضو يحسب ليه مجلس أمانة الحوار الوطني ان عملها جلسات مخلقة بس معلنة في نفس الوقت ومتخصصة في نفس الوقت التخصصي أن يبقى فيه ناس أكسبرت ناس خبراء في المجال الاقتصادي عشان يقدروا يحلوا مشكلة زي التضخم وغلاء الأسعار مشكلة كبيرة جدا زي الصناعة في مصر